وينضم إلينا مباسرة من بغداد الخبير القانوني علي تميمي سيد علي أرحب بك معنا حدثنا أولا عن أبرز المعوقات التي تقف في وجه تحديد موعد مبكر للانتخابات نعم بعد التحية لك ستنة وسادة المشاهدين طبعا برأيي هناك عدد من النقاط التي تحتاج إلى الحل لتكون ارتكازات لإجراء الانتخابات المبكرة طبعا ما عندنا بالدستور العراقي ستنة مصطلح يسمى انتخابات مبكرة وإنما يوجد مصطلح اسمه الانتخابات العامة وردت بالمادة 64 من الدستور وهي تستوجب هذه الانتخابات المبكرة أولا حل البرلمان الذي يحل بطريقتين أما يحل نفسه بنفسه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بناء على طلب ثلث الأعضاء أو الحالة الثانية للحل هو بمرسوم جمهوري بعد طلب طبعا من رئيس وجلس الوزراء وأصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية عندئذ يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة خلال شهرين من تاريخ الحل لكن مسألة الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تقوم مع وجود البرلمان لأن البرلمان وفق المادة 56 من الدستور هو مدته أربع سنوات عفوا سيد علي أعتذر على المقاطعة الحل الثاني الذي ذكرته لماذا لا يدعو إذن الكاظمي بحل البرلمان وكي يدعو رئيس الجمهورية بعد ذلك لانتخابات مبكرة مطلقال أنه مستعد لإجراء هذه الانتخابات لماذا ينتظر مصادقة النواب على التعديل لقانون الانتخابات وهناك جدل كبير وواسع بين النواب هو هذا مهم ستزينة لأنه النقطة الثانية يعني هذه النقاط مرتبطة بعضها بالبعض الآخر يعني هو يحتاج إلى قانون انتخابات تشريعية جاهز وقانون الانتخابات نعلم جميعا أنه البرلمان صوت عليه فبقيت مسألة المادة 18 المتعلقة بعدد الدوائر الـ 240 دائرة هل تكون المحافظة دائرة واحدة أو دوائر متعددة لم يشرع البرلمان هذه النقطة فبقى قانون الانتخابات معلقا هذا أولا والنقطة التي تضاف إلى ذلك والخطرة جدا هي المحكمة الاتحادية ستنة غير مكتملة النصاب يوجد عضو ناقص في المحكمة الاتحادية لأنه تعرفين جنابك المحكمة الاتحادية هي تصادق على الانتخابات النهائية فكيف تصادق وهي غير مكتملة النصاب هذه عقدة أخرى وتضاف إلى العقد أنا برأي التي تتقف حائلا أمام الإجراءات التي تتخذها الحكومة لهذا يحتاج البرلمان أولا أن يصادق على قانون الانتخابات وثانيا أن يشرع قانون الاحكمة الاتحادية أو حتى يعود إلى المادة لا ثم من قانون البحكمة الاتحادية حتى يمكن استكمال العضو الذي تكثم به النصاب في هيئة المحكمة الاتحادية التي ضروري جدا أن تصادق على الانتخابات وبغير ذلك ولكن سيد علي هناك إشكالية أخرى كانت هناك انتقادات كثيرة دائمة لقانون الأحزاب وأوجه التمويل اليوم كانت هناك مطالبات بضبط السلاح والمال وجعله بيد الدولة هل تعتقد أن الكاظمي لديه القدرة على فعل ذلك يعني مسألة السلاح الموجود في خارج أو خارج سيطرة الحكومة العراقية هو يعني مشكلة قديمة جديدة بعض المحافظات تحصل بها معارك أشبه بالمعارك بين الدول حتى أسلحة ثقيلة يعني أنا سمعت أحد البسؤولين يقول بعض العشائر تمتلك دبابات يعني دبابات تعود للنظام السابق اقترحنا كمقترح أيضا من خلال قناتكم المحترمة أن تعرض الحكومة العراقية وأمام هذا الوضع الاقتصادي أن تعرض شراء الأسلحة بمبالغ معينة حتى تسحبها لأنه معروف منذ القدم العراقي يحتفظ بالأسلحة ويخفيها لا يفلح التفتيش ولا يفلح العقوبة والرغم من أنه عاقب من يحوز السلاح بالحبس لمدة السنة برأيي هذا الحل أسلم أن تشتريها الدولة ثم بعد ذلك تتصرف بها يعني بقاء هذه الأسلحة وحتى يشجع على الجريبة تشاهدين جنابك صعود وطيرة الجرائم في العراق بوجود هذه الأسلحة هذه الأسلحة هي خطر كبير يهدد استقرار البلد الداخلي بشكل يعني يحتاج على دولة أن تبغط إيقاعه ممتنة كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير القانوني علي التميمي شكرا جزيلا لك على الحضور شكرا جزيلا لك